السلام عليكم سيدة بلقائكم مرة أخرى في فيديو جديد من خلال فيديو اليوم سنستطرق النص الشعري المندرجة من الأسبوع الرابع من الوحدة الخامسة مجال عالم البحار والفضاء المرجع المنير في اللغة العربية للمستوى الخامس في طبعته الجديدة والمنقحة قبل قراءة النص الشعري والإجابة للأسئلة المرافقة له نبدأ بالإجابة للأسئلة ما قبل القراءة إذن أستعد للقراءة يحب أغلب الناس ذهبا للاستياف بإحدى الشواطئ أذكر بعض هذه الشواطئ التي أعرفها في المغرب إذن هناك عدة شواطئ في المغرب إذن بعض الشواطئ التي أعرفها هناك شاطئ الوليدية بمدينة الجديدة شاطئ مرتيل بمدينة تيطوان شاطئ كيمادو بمدينة الحسيمة شاطئ الكزير بمنطقة أيتم عمران جنوب المغرب شاطئ الرمل الدهبية بمدينة تمارا شاطئ مرقالا بمدينة تنجا هناك عدة شواطئ يمكنكم ذكرها لهذا السؤال إذن بعض الشواطئ التي أعرفها في المغرب شاطئ الوليدية بمدينة الجديدة شاطئ مرتيل بمدينة تيطوان شاطئ كيمادو بمدينة الحسيمة شاطئ الجزيرة بمنطقة أيتم عمران جنوب المغرب شاطئ المغرب أتوقع ألاحظ الصورة نقوم بملاحظ الصورة ونقرأ العنوان ثم نتوقع ما يمكن أن تقدمه القصيدة عن البحر الواسع لهائج إذا لاحظوا ما هي الصورة إذا من خلال الصورة يبدو أن البحر هائج لاحظوا حركة أمواجه الدائمة وارتطام أمواجه بالسخور إذا من خلال الصورة والعنوان البحر قد يتحدث النص عن البحر وعن حركة أمواجه الدائمة وحب الشاعر وتعلقه به إذا من خلال الصورة يبدو أن البحر هائج وفي حركة دائمة ويصدر أصوات حين يرتطم بالسخور من خلال الصورة والعنوان أتوقع أن يتحدث النص عن البحر وعن حركة أمواجه الدائمة وحب الشاعر وتعلقه به إذا نقرأ القصيدة البحر إلى ما تضلك المجنون تجري صباح مساء في كر وفري فتقبل هادرا كالرعد ترغي وتزبدك المهيج لأخذ سأري سماء أنت في الأرض استقرت تعانق أختها من ألف الظهري هويتك ساجيا والليل زاهن بما أهداك من نجم وبدري وللصمت الرهي بلسان سحر به أربع على شعر ونثري وللأنسام في أذنيك همس شهي كم يهزك حين يسري يبثك من هموم هوا معنى فتحتمل الهموم برحب صدري عظيم أنت في سلم وحرب عظيم أنت في سر وجهري وليس كمثلي كنزك أي كنز ولا كثمين ضخرك أي ضخر ألا ليت شعري أي شيء يرى عجبا عجابا مثل بحري للشاعر علي السقلي إذن أفهم النص أغني راصيدي أبحث عن خريطة كلمة هوا إذن خريطة الكلمة سنبحث عن نوع الكلمة معناها ضدها ثم نركبها في جملة إذن نوع الكلمة هوا هوا نوع الكلمة فعل معناها يحب أو يحشق الضد يكره تركبها في جملة يهوى الطفل يهوى طفل قراءة القصص الخيالية خيالية إذن نوع الكلمة فعل معناها يحب أو يعشق ضدها يكره أو يبغض يمكن ننضف يبغض تركبها في جملة يهوى الطفل قراءة القصص القصص الخيالية إذن أبحث في القامص عن معاني الكلمات الأتية هادرا ساجيا أنسام إذن هادرا بمعنى مدويا ساجيا فاطر وساكن أو هادئا أنسام هواء عليل إذن هادرا مدويا ساجيا فاطر وساكن أو هادئا أنسام هواء عليل السؤال الأول من أفهم أحليل أحدد متى هو الشاعر البحر هادئا إذن لاحظوا معي البيت الرابع هويتك ساجيا والليل زاهن بما أهداك من نجم وبدري إذن هويتك بما أحبابتك إذن متى يحب الشاعر البحر يحبه في الليل حين يكون هادئا إذن يهوى الشاعر البحر عندما يكون هادئا في الليل يهوى الشاعر البحر عندما يكون هادئا في الليل السؤال الثاني أذكر بما شبه الشاعر صوت البحر إذن فتقبل هادراً كالرعد ترغي إذن شبه الشاعر صوت البحر بدوي الرعد السؤال الثالث أصف أحوال البحر كما ذكرها الشاعر إذن أحوال البحري كما ذكرها الشاعر كالمجنون يجري صباح مساء هادر كالرعد يزبد كالمهيج لأخذ طأري إذن يزبد كالمهيج لأخذ طأر تحدث الشاعر عن كنوز البحري وما يتدخره يتدخره أذكر بعضها إذن كنوز البحري التي تحدث عنها الشاعر الأسماك المرجان اللؤلو الطاقة كالبيترول مثلا الملح الرمال إذن كنوز البحري التي تحدث عنها الشاعر الأسماك المرجان هي لم تذكر ولكن ماذا قال الشاعر قال وليس بك مثل كنزك أي كنز ولا كثميني دخري كأي دخري إذن هذا ما الكنوز التي تحدثت عليها الشاعر ولكن احنا نبحث عن الكنوز التي نعرف اذا كنوز البحر التي تحدثنا الشعير الاسماك المرجان اللؤلو الطاقة الطاقة هناك البترول مثلا الملح والرمال اتضوق واقوم احدد المغزى من البيتين الاولين في القصيدة اذا المغزى من البيتين الاولين الى ما تظل كالمجنون كالتجري صباح مساء في كر وفر فتقبل هادرا كالرعد ترغي وتزبد كالمهيج لاخذ ثار اذا المغزى من البيتين الاولين ابراز حركة البحر الدقوبة والمنتظمة وقوتي اذا المغزى من البيتين الاولين ابراز حركة البحر الدقوبة والمنتظمة وقوتي وابراز قوتي ايضا شبه الشاعر البحر بكثير من التشبيهات في القصيدة استخرجوا بعضها إذن شبه الشاعر البحر بالكثير من التشبيهات قال عنه المجنون الرعد المهيج سماء إلى غيرها من التشبيهات إذن المجنون الرعد المهيج وسماء وضف الشاعر في قصيدته كلمات مع أضادها أبحث عنها وأتضوق معناه إذن ماذا قال الشاعر؟ إذن قال الشاعر صباح مساء صباح ضدها مساء قال أيضا كر وفر سلم وحرب سر وزهر هذه الكلمات وأضادها الوردة في هذا النص الشعري إذن صباح مساء دائم الحركة كر وفر حركتي المد والجزر سلم وحرب سكون البحر وهيجانه سر وجهر أمواجه التي تكون طارة ساكنة وطارة أخرى تصدر أصوات قوية عند ارتطامها بالسخور إذن صباح مساء دائم الحركة كر وفر حركتي المد والجزر سلم وحرب سكون البحر وهيجانه سر وجهر أمواجه التي تكون طارة ساكنة وطارة أخرى تصدر أصوات قوية عند ارتطامها بالسخور أشرح البيت الثامن وأتوسع في ذلك إذن بالنسبة للبيت الثامن عظيم أنت في سلم وحرب عظيم أنت في سر وجهري إذن هذا هو البيت الثامن فوائد البحر العظيمة ففي السلم يستعمل لنقل البضائع والسفر والاستجمام وفي الحروب لنقل الأسلحة والبحر عظيم في هدوئه وهيجانه إذن فوائد البحر عظيمة ففي السلم يستعمل لنقل البضائع والسفر والاستجمام وفي الحروب لنقل الأسلحة والبحر عظيم في هدوئه وهيجانه السؤال الخامس العظيم- منamedي إذن وصفت القصيدة Gallif وصفت القصيدة البحر وصفا دقيقا وجميلا وقد تعرفت من خلالها عن مميزات البحر وتدفع بيه كقارئale للقصيدة أو كقارئة للقصيدة إلى زيارة البحر والاستمتاع بمنظره الجميل والتأمل في عظمة أمواجه يمكن أن نقول قارئ كمتعلم وقارئة للمتعلمة إلى هنا نكون وقد وصلنا إلى نهاية فيديو اليوم أدرب لكم موعدا في فيديو قادم أشترككم الله الذي لا تضيع ودائعه السلام